السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي وبناتي طلبة وطالبات. اه الصف الثاني عشر متقدم مع درس جديد من دروش الفيزياء. درسينا النهاردة عن توصيل المقاومات على التوالي. تتلسل الكلام ده في صف حد عشر ومثال الموضوع عندك خلفية كويس عنه. ان توصيل المقاومات على التوالي بيكون التيار لا يتجزأ. يعني عايزك تبص معي في الدايرة اللي انا رسمها قدامك. هتلاقي ان التيار كان بيخرج من الطرف الموجب. بيمر بالكامل في المقاومة او المقاومة ار واحد. بيكمل مساره ويعد بالكامل في المقاومة ار اتنين لغاية ما يرجع للطرف السالب للبطارية. يبقى النقطة دي بيقول ان اي توتل. تيار كل اللي ماشي في الدايرة بيساوي اي واحد. تيار اللي ماشي في المقاومة واحد. وبيساوي في نفس الوقت اي اتنين. يعني التيار مفيش تفرعات لي. ولا انقسامات بتحصل. تاني جزء بيقول لي ان الجهد يتجزأ. بمعنى ان الجهد يتجزأ. ان فرق الجهد بتاع البطارية اللي هو في اي ام اف هذا. بيبدأ يتقسم لو انا ركبت فولتميتر عن مقاوم رقم واحد وسميته ذي واحد. وركبت فولتميتر عن مقاوم رقم اتنين. وسميناه في اتنين. في هذه الحالة بيكون ال في ام اف او ال في توتل سميها زي ما تسميها. بتساوي في واحد بتزايد في اتنين. النقطة الثالثة ان المقاومة المكافئة اكبر من اكبر مقاومة. لان احنا كنا بنجمع. بنقول الار اي كيو بتساوي ار واحد زايد ار اتنين. بنجمع المقاومات هذه خالص. يعني لو المقاومة دي اتنين اوم والمقاومة دي تلاتة اوم. بنقول ان ار اي كيو بتساوي اتنين اوم زايد تلاتة اوم. زايد خمسة زايد ستة وهكذا. اذا كان للمقاومات المتصلة نفس القيمة فان الار اي كيو بتساوي ان فار ان فار حيث ان عدد المقاومات المتصلة. يعني لو انا عندي مقاومة قيمتها 3 اوم ومقاومة تانية قيمتها برضو 3 اوم ومقاومة قيمتها 3 اوم مثلا عندك عدد 5 مقاومات في هذه الحالة شباب بنقول ايه بنقول ان المقاومة توتل بتساوي عددهم اللي هو الخمسة ضرب قيمة المقاومة اللي هو 3 يبقى انا لو عندي 5 مقاومات بهذا الشكل التوتل بيساوي 3 في 5 15 اوم بعدها بدأ ينقل الموضوع تاني اسمه المقاومة الداخلية للبطارية المقاومة الداخلية للبطارية رمزها ر اي او ر اي سمول اي حاجة اللي رايحك فيهم اشتغل به ايه بقى قصة المقاومة الداخلية للبطارية هو بيقولك ان المفروض ان البطارية ملهاش مقاومة الداخلية المقاومة الداخلية للبطارية بتساوي صفر ودي بتبقى بطارية مثالية ولكن في حقيقة ده الأمر بيكون للبطارية مقاومة داخلية مقاومة داخلية إمتى بتظهر المقاومة الداخلية ديت بيظهر تأثيرها بيظهر تأثيرها عند توصيل البطارية بدارك عربية بمعنى إن أنا لو عندي بطارية كده هذه البطارية غير متصلة بدارك عربية ورح تمركب عليها فولتميتر الفولتميتر دي يرى لإيه يرى لقيمة القوى الدفع العربية بتاعت البطارية يعني لو دي 2 فولت يبدأ الفولتمتر دي يقرأ ل2 فولت إنما لما ركب البطارية ديت في دايرة ويمر تيار ويمر في الدايرة ديت هلاقي إيه اللي حصل هلاقي إن قراءة الفولتمتر اللي موجود فوق على جانبها البطارية ما أرى ليش 2 فولت ده أرى أقل من 2 فولت وليكن 1.8 من 10 فولت فبدأنا نسأل نفسنا سؤال يا ترى الـ 2 من 10 فولت دول رحوا فين لـ 2 من 10 فولت دول اختفوا مش موجودين قال لك لا مفيش حاجة اختفت ولا حاجة ده معنى كده إن في مقاومة داخلية لهذه البطارية هذه المقاومة بيحصل فيها هبوط في الجهد أكيد أنت في الدرس اللي مد penis كنت فهمت دي مقاومة داخلية مقاومة داخلية المقاومة الداخلية تتحصل فيها هبوط في الجهد يعني ايه حصل فيها هبوط في الجهد يا مر فيها تياري اسمها اي وهي قيمتها اسمها ار اي ف اي ف ار اي تديني فرق جهد استهلك من البطارية التاخد من البطارية عشان كده يحصل ان الجهد بتاعها نزل او الجهد بتاعها قلب ديت قصة المقاومة الداخلية للبطارية تعال نشوف الراجل بيقول لي ايه الراجل بيقول لي ان المقاومة الداخلية للبطارية اللي هي رمزها ار اي او ار هذي ديت بيظهر تأثيرها وبتقلل الجهد على الجانبية البطارية لما تكون متصلة في دائرة كهربية لما تكون متصلة في دائرة ايه كهربية يعني كأن بالبلدي كده هقول لك ان فرق الجهد في الدائرة هيساوي الفي بتاري فرق الجهد بتاع البطارية ناقص اي اللي ماشي في الدائرة في ار اللي هي المقاومة الداخلية يبقى الفي الفرق الجهد اللي موجود على جانبي المقاومة على جانبي المقاومة هيساوي الفي بتاري فرق جهد البطارية قبل توصيل فرق الجهد البطارية قبل التوصيل ناقص اي شدة التيار في هذه اللي هي المقاومة الداخلية للبطارية. المقاومة الداخلية للبطارية وهنفهم مع بعض برضو واحدة واحدة. طيب الراجل بدأ بقى يديني شوية رموز غريبة عزك تخلي بالك منها او تخليك في الرموز العادية عشان ما تطلق باشا. حللة كده وحللة كده وانت جهد البطارية. ده فرق الجهد البطارية. بيساوي اي في اي كيو. اي في اي كيو اللي هي قيمة المقاومة المكافأة. قال لك طب ما انا دلوقتي المقاومة الداخلية للبطارية هذه تعتبر متوصلة على التوالي. متوصلة على التوالي مع المقاومة الخارجية اللي هي الار بتاعت المقاومة. يعني المقاومة الداخلية البطارية متوصلة على التوالي. يعني كأن الار اي كيو بتساوي ار زائد ار اي. ار دي اللي هي المقاومة الخارجية للدائرة. ور اي دي المقاومة الداخلية للبطارية. قال لي بعد كده ان اللي هي فرق جهد البطارية قبل توصيلها في دائرة يساوي اللي هي القوة الدفعة الكهربية. اثناء اتصال هذه البطارية بالدائرة الكهربية. زائد كل دوت طبعا لغباطنا كتير انا هقول لك حاجة عشان تريحك لو انت عايز تاخد بها. هقول لك احفظ القانون دوت. القانون ده بيقول لي شدة التاري المرة في دائرة. فرق جهد البطارية قبل التوصيل. ده قبل التوصيل. على زائد زائد. دي هي مقاومة الدائرة الكهربية. مقاومة الدائرة كأنها بتاعت الدائرة يعني. المقاومة الداخلية رايح نفسك المقاومة الداخلية. للبطارية. اتفقنا كده يا شباب. تعال اديك مثال كدوت ونحلها لك بالطريقة اللي هي العادية بتاعتنا. عشان نفهم الموضوع ماشي ازاي. المثال بيقول لي. المثال عندك بالكتاب انا هحله بالرموز الجديدة اللي احنا فرضناها. اللي هي متهلقة تريحك عشان ما تقولش تتلقبط ودي مش عارف مين ودي مش عارف مين. وتقول تدخل نفسك في حوارات ما لها شرحت اللازمة. المثال بيقول لي بطارية لها اتناشر فولت عند عدم اتصالها بالدايرة. خلي بالك طالما عند عدم اتصالها بالدايرة. يبقى هو يقصد بال هنا. اللي انا سمتها الفي بتاعت البطارية. وعند اتصال مقاوم عشرة اوم بالبطارية ده قيمة المقاومة اللي موجودة في الدائرة عشرة اوم في البطارية. تنخفض قيمة فرق الجهد عبر البطارية الى عشرة بوينت تسعة. يعني هذه اللي هي دلتا في. ده فرق الجهد بعد ما ركبت ايه. المقاومة في الدائرة. ما قيمة المقاومة الداخلية البطارية عايزين المقاومة الداخلية اللي هي اسمول اللي احنا فرضناها. خلي بالحضرتك انا دلوقتي انا البطارية موجودة هيت. انا وصلت فولتميتر كده. هذا الفولتميتر هيديني قراءة البطارية اللي هي كانت اتناشر فولت. خلي بالك دلوقتي انا انا اخدت نفس البطارية. بس وصلتها في دايلة. الدايلة دي كان فيها مقاومتها عشرة اون. لقينا فرق الجهد ما بقاش اتناشر. فرق الجهد هنا ما بقاش اتناشر. ده فرق الجهد هنا قل. اصبح عشرة بوينت تسعة. هذه الدلتا بي. هذه الدلتا بي. ليه عشرة بوينت تسعة اللي مكتوبة فوق منها. معنى كده يا شباب. معناها ان في مقاومة داخلية موجودة داخل هذه البطارية. في مقاومة داخلية موجودة هنا. هذه المقاومة الداخلية اسمها ار. احنا عزين نجيب قيمة ار دي. اقول لك يلا ركز معي بقى. خلي بالك ان اي بتساوي دلتا في على ار. هي فين دلتا في. فرق الجهد اللي هو موجود عشرة بوينت تسعة. اللي انا لو ركبت ركبت هنا كده على المقاومة دي. لو ركبت بولتميتر على المقاومة اللي هي العشرة ديت. هذا البولتميتر هيقرأ لي عشرة بوينت تسعة فولت. هي ديت دلتا في. يبقى الاي بتساوي دلتا في على ار. يعني تساوي عشرة بوينت تسعة على عشرة. يديني التيار اللي ماشي في الدايرة اللي هو واحد بوينت زيرو تسعة امبير. يعني التيار اللي ماشي في الدايرة هنا يا شباب قيمة واحد بوينت زيرو ايه تسعة امبير طب القانون اللي انا قلت لك احفظه اللي هو الاي بتساوي في باتري على ار كابيتل زائد ار تعال انا عوض اشيل الاي وحط واحد وانزيله تسعة الفي باتري اللي هي فرق الجهد بتاع البطارية قبل التوصيل هذه اللي اسمها في باتري فرق الجهد بتاع البطارية قبل التوصيل يبقى اتناشر على قيمة المقاومة الخارجية اللي هي عشرة زائد ار سمول عوض او اضرب طرفين فوسطين او حلها باي طريقة تريحك هتلاقي ان قيمة المقاومة الداخلية للبطارية بتساوي واحد اون سؤال تاني عشان نفقل مهارتنا في حال المسائل السؤال بيقول لي بطارية لها فرق جهد اربعتاشر ونص في حالة عدم توصيلها عدم توصيلها بدايرة كارابية لما ما نوصلهاش بدايرة كارابية ده معنى كده انا هكتبها لك ان البي بتري بتساوي اربعتاشر ونص فولت عند اه عندما تم توصيل مقاوم مقاومته سبعتاشر بوينت واحد وتسعين يعني الار المقاومة اللي احنا وصلناها الار بتساوي سبعتاشر بوينت واحد وتسعين اوم بترفيع البطارية هبط الجهد الى الجهد نزل يعني هذي بقت الدلتا في او الفي هذي الفي الجديدة بتساوي اتناشر بوينت تمانية وستين عود نفسك فرق جهد البطارية اللي هو رقم الكبير رقم الكبير قبل ما يقل تمام ما قيمة المقاومة الداخلية للبطارية بتساوي كيف يبقى احنا كده شايف خلاص هنمشي لخطوات اهي نفس الترتيب زي ما احنا عملنا قلون ده اسمو قانون قوم للدوائر المغلقة هنقول ان ال ال في هتساوي ناقص اي ار يبقى قيمة فرق الجهد اللي هو اتناشر بوينت تمانية وستين هيساوي اللي هو اربعتاشر ونص ناقص اي مضروبة في الار اسمول مضروبة في الار ايه اسمول طيب وبما ان الاي شدة التاري اللي مر في الدايرة تساوي في باتري على ار كابيتل زائد ار اسمول معه الاي بتساوي في بتاعت البطارية على ار كابيتل زائد ار اسمول هيبقى احنا كده نشيل الاي هنا ونعوض هتديني ان ال في تساوي في باتري ناقص افتح قوس في باتري على المقاومة الخارجية ار زائد المقاومة الداخلية البطارية ار اسمول كل ده مضروب في ار ايه اسمول كل قيم عندك معادل ار اسمول تقدر تعوض وتحل لها باي طريقة تريحك وتجيب قيمة الار اسمول يعني انا دلوقتي ممكن هقول له يلا مع بعض ادي اللي هي اتناشر اتناشر بوينت تمانية وستين ال في بتر دي ممكن اجيبها الناحية دي بعكس الاشارة او رتب المعادلة زي ما انت عايز اكتبها لك الاول بعدين نرتبها مع بعض هتساوي اربعتاشر ونص ناقص افتح قوس بي باتري اربعتاشر ونص على اللي هي كانت قيمتها سبعتاشر بوينت واحد وتسعين زائد ار اسمول اللي انا مش عارفها كل ده مضروب في ار اسمول ممكن تعمل المعادلة دية اعادة ترتيب لها هتبقى اربعتاشر ونص ناقص اتناشر بوينت تمانية وستين انا خدت الاتناشر بوينت واحدة وستين جبتها الناحية دي وخدت المخدر ده كل وضيته طرف في الجهة المقابلة هيوساوي اربعتاشر ونص مضروبة في ار على سبعتاشر بوينت واحد وتسعين زائد ار كده الموضوع متالي بقى اسهل تعمل دي بالحسبة وتضرب طرفين فاسطين واطلع قيمة هتساوي اتنين بوينت سبعة وكمسين يبقى قيمة المقاومة الداخلية للايه للبطارية اتنين بوينت سبعة وكمسين اوم لو انت حسا هللها باي طريقة تانية الموضوع في ايدك يعني ممكن نفس المسألة نحلها بطريقة تانية واللي يكن انا هكتب نفس المسألة لو سؤال سبعتاشر هكتبه هنا في سؤال تمنتاشر بعد كده نمسحه انا ممكن اقول ان اي نحل نفس السؤال سبعتاشر هكتبه ان تفتكرني بحل سؤال تمنتاشر ان اي بتساوي شد الطائر اللي مماشي في الدايرة بيساوي دلتا في على دلتا في اللي هي اتناشر بوينت تمانية وستين على اللي هي سبعتاشر بوينت واحد وتسعين والاسف بديك قيم عشان تقعد تقرر 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 بيطلع معك الناتج النهائي غلط احنا كده جبنا قيمة الشدة بالانبير القانون الثاني اللي هو اي بتساوي في باتري على ار كابيتل زاد ار اسمول او على ار اي هي هي اقدر اشيل اي وحط الرقم دوت يبقى احنا كل اللي عملناه ان هكتب اتناشر بوينت تمانية وستين على سبعتاشر بوينت واحدة وتسعين تساوي الفي باتري اللي هي اربعتاشر ونص على الار اللي هي سبعتاشر بوينت واحد وتسعين زائد الار اي اللي قيمة المقامة الداخلية للبطارية اعمل ضرب تقاطع تطلع ار اسمول او ار اي بمقدار اتنين بوينت اتنين بوينت سبعة وكمسين اوم على فكرة ده سؤال سبعتاشر لحسنا نحدي ده سؤال تمنتاشر تمام تعال نشوف السؤال اللي بعديه السؤال رقم تمنتاشر بيقول لي عند توصيل بطارية بمقاومة يعني داني قيمة المقاومة اللي هي ار بتساوي ميت اوم تكون شدة التيار اي تساوي اربعة امبير يبقى دلوقتي قيمة اي بتساوي اربعة امبير لما وصلنا بطارية بمقاومة ميت اوم تمام وعند توصيل البطارية نفسها بمقاومة مقاومة ربعمية اوم تكون شدة التار كزا لحالة تانية لما كانت المقاومة ار بتساوي ربعمية اوم تكون شدة التيار الاي في الحالة الجديدة بتساوي واحد بوينت زيرو واحد امبير اوجد القوة الدفعة الكهربية التي وفرتها البطارية والمقاومة الداخلية للبطارية يعني احنا عايزين دلوقتي ايه المطلوب عايزين الفي بتاعت البطارية بتساوي كام وقيمة المقاومة الداخلية البطارية اللي هي بتساوي كام او سميها زي ما تسميها خلي بالك ان في الحالة الاولى دي الحالة رقم واحد ودي الحالة رقم اتنين هكتب القانون بتاعي هنا كان بتساوي بتاعت البطارية على المقاومة الخارجية زائد المقاومة الداخلية وكتب قيمتها اللي هي بتساوي اربعة انا معرفش بتساوي كام ار الخارجية بتساوي مية زائد ار الداخلية بتساوي واحد يلا نضرب تلافين فواسطين هنا اربعة على واحد يعني في واحد تديني تساوي اربعة في مية بربعمية اربعة في ار بتديني اربعة ار دي معادلة رقم واحد احنا توصلنا اليها نفس اللي عملنا ده تعالى نطبقه في الحالة التانية في الحالة التانية برضو القانون تاني هوا بتساوي اللي ما تغيرتش قيمة قوة دفعة البطارية سابتة الار الخارجية زائد ار الداخلية شدة التار كانت واحد باينت زيرو واحد بتساوي الفي باتري اللي انا معرفهاش على قيمة المقاومة الخارجية اللي هي كانت ربعمية بدي هنا فوق اهي زائد المقاومة الداخلية اللي هي ار سمول برضو اعمل طرفين في وسطين يبقى بتساوي الواحد بوينت زيرو واحد مضروبة في ربعمية زائد ار سمول مضروبة في ربعمية زائد ار سمول طيب انا ممكن اجي المعادلة رقم اتنين تمام كده والمعادلة رقم واحد دي ما لش هنكتبها نغير شكلها شوية انا اسف خليها اهيت المعادلة رقم واحد هنقول بي بتري بتساوي اربعة زي ما هي خليها اربعة زي ما هي مضروبة في المية زائد ار سمول اي حاجة انت ملاحظ طبعا ان هنا في بتري وهنا في بتري يعني معنى كده طالما في بتري نفسها يبقى هذا المقدار يساوي هذا المقدار يعني هنساوي المقدارين دول ببعض يعني هيبقى عندي اربعة ده كده هنحل رياضيا عندي معادلتين نحللهم مع بعض اربعة مضروبة في مية زائد ار سمول بتساوي واحد بوينت زير واحد مضروبة في ربع مية زائد ار سمول اتفقنا اعمل ترتيب للمعدلة ليحلها باي شكل مناسب ليك هتلاقي ان الار بتساوي واحد بوينت ثلاثة اربعة اون لقيمة المقاومة الداخلية للبطارية ممكن اخذ قيمة المقاومة الداخلية للبطارية ديت اعوض اما في المعدلة هذي او في المعدلة التانية اي اي معادلة من المعدتين عشان اجيب قيمة الفي باتري اللي هي هتساوي يبقى الفي باتري هتساوي والتاكن اربعة مضروبة في مية زائد واحد بوينت ثلاثين يبقى كده الفي باتري بتاعتك بتساوي كام ربع مية وقمسة بوينت ستة وتلاتين فولت يبقى انت كده جبت قيمة قوة دفع كهربية البطارية ده في حالة طبعا عدم توصلها في ايه في دائرة كهربية وجبت قيمة المقاومة الداخلية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته